للتعليق على الاعتقالات التي طالت المدنيين في قضاء الترمية الشمالية بغداد ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس الشيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى السنبل سيد يحيى بداية أهلا بك لا تزال منشدات أهل الترمية للعالم لإنقاذهم تتواصل بداية لو تنقل لنا صورة تفصيليا في الترمية وماذا عن بلدة مكيشيفة شمال سمراء تفضل أحيي مشاهدي قناة الرافدين أهلا بك أخي الكريم ما يجري في أطفل كيف أو ما بين سمراء وبغداد هو عمل ممنهج منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما وخاصة بعد تفجير قبة المرقد الإمامين في سمراء حيث اتخذ هذا العمل ذريعة للميليشيات تستيقر على مدينة سمراء وعلى طريق الرابط ما بين سمراء وصولا إلى بغداد وأن عملية التهجير في هذه المناطق هي عملية ممنهجة وفق توصية إيرانية تجري على هذه المنطقة مثل ما جرت على محافظة ديالة لإفراغها من الحرب السنة وإحلال الفرس الشيعة في هذه المكان الاستيلاء على أراضيها سواء الزراعية أو التجارية وهناك من يعاونهم ممن محسوب على العرب السنة من المسؤولين الذين باعوا شرفهم وأهلهم من أجل المنصب والدولار سيد يحيى الميليشيات طبعا وكما تعلم لها الذراء الطولة في الانتهاكات التي يعاني منها أهالي طارمية أو غيرها مركز جنيف الدولي للعدالة يقول إنه لا استقرار في العراق إلا بحل الميليشيات باعتقادكم هل تتوقع أن يحدث ذلك من الحكومة الحالية؟ الحكومة الحالية تتقدم خطوة وتتراجع عشرات الخطوات هذه الحكومة هي خارج من رحمها أداء القاسمين ولا يمكن أن تتقدم بأي خطوةين بمثل هذه الخطوات بحل الميليشيات لأن من يريد أن يحل الميليشيات عليه اتخاذ قرارات جريئة بتقوية القوى الأمنية أو العسترية الأخرى لذلك لحد هذه الساعة لم تصدر أي قرار بشأن هذه الأعمال أو التي يمكن أن تقوم بها الحكومة من أجل تقوية الجيش أو ما يسمى الشرطة ولو أننا نسجل نقاط بأن هذا الجيش والشرطة قد تفتل أساسا من ميليشيات بدر وما يسمى جهش المهدي في وقتها نعم سيد يحيى وكما تعلم تتكرر بين الفترة والأخرى حملات الاعتقال بحق أهالي الطرمية ومدن وأقضية بعينها ما تفسيركم لاستهداف هذه الأقضية والنواحي المستمر من قبل قوات الحكومية والميليشيات الموالية لها أخي استهداف هذه المناطق وهذه القرى كما أسلفت إنها تقع ما بين سامراء وبغداد وهذا يراج منه السيطرة على هذه المنطقة بل وإحداث تغيير ديمغرافي وهناك محاولة لجعلها أو لاقتطاعها من محافظة صلاح الدين وجعلها محافظة تقل بحالها تخضع للإنشاء والأجندة الإيرانية الواضحة تصيدر عليها نعم كنت معنا عبر الهاتف أمين سير مجلس شيوخ عشارة ثورة العراقية سيد حيسنبل شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر